السلام عليكم يا أحلام طبعين بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة وتم التسليم طبعاً ما تنسوش دعمنا باللايك والشيل للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان نوصلكو أشعار بكل جديد بنعمله بعد النهاردة مع مسلسل جديد وهو سيل أوف لاف يالله نبدأها على طول من ألف السنين كانت الشعور في العوالم الثلاثة عايشين في فوضى والشر بيسيطر على العالم ولما بتقوم الحرب بين الجنيات والشياطين الأميري الشي يوم بتضحي بنفسها علشان تنقذ العالم لما بتربب بنفسها في هوية الشياطين وتختمها بقواها السحرية علشان تختم عالم الشياطين ومحدش يهدد العالم تاني فهذا المعركة دي بألف سنة كانت طائفة الروح اتطورت وكانت كل مهمة أنها تأتي للشياطين اللي بيظهروا في عالم البشر وبيهددوا توازن العالم من وجهة نظرهم في الوقت اللي بنشوف في مجموعة من تلمز الطائفة الروح في الغابة وأبضين على مجموعة من الشياطين كانت المجموعة الأولى دي بقيادة سانج لو كانت لو عاوزة تنزع قلوب الشياطين علشان تنجح في الاختبار وتبقى الآوة في المثلسة كان من ضمن الشياطين جينجيوان أمير عالم الشياطين بس كان خافي هويته علشان ما يكونش في خطر أكبر من كده ولما لو بتلاقي جينجيوان بيبصلها بتحدي بتضربه بالكرباك لسما أنه هو مصاب لأنه بيمسكه منها بقوة ومش بيخليها تعرف تضربه فلحظات السماء بتتميلي غيوم وصواق البرء والرعد بتظهر فجأة وصوب بيهمس لجينجيوان يقوله أن الخدم اللي على جسمه لسه بتكسرش ومنه مينفعش يتحرك بسرعة دلوقتي لأن قوته لسه مش كاملها ساعتها جينجيوان بيسيب الكرباك وواحد من زماية اللو بيقولها أنه لبيحصل في السماء إشارة على أن فيه شيطان قوي جدا بيحذرها أنهم لازم يربوا قبل ما الشيطان ده يوصلهم ويتلهم وكان فيه عصفور صغير على الشجرة بيشوف الموقف ويطير بسرعة على ملكة الشيطان العنقاء النارية فو شينج واللي بتكون عايشة لوحدها على جبل العنقاء العصفور بيروح يبلغ أن مجموعة من طايفة الروح أبضين على مجموعة من الشيطان وبيعذبهم ساعتها فو شينج بتطير بقوت العنقاء النارية وتنتقل في لحظة المكان اللي فيه الشيطان على الحدود مع طايفة الروح وقتها كانت له اكتشفت أن جينجي وان بيتمتع بهالة شيطانية قوية جدا وده معنى نقوته كبيرة وأكبر مما كانوا متخيلين في لحظة كانت فو شينج في مواجهة معلوه وبتمنعها من أنها تأذي جينجي وان وزميلوه جينجي وان أول ما بيشوفها بيتعرف عليها أنها هي الأميرة اللي ضحي بنفسها من ألف سنة ورامت نفسها في هوية الشيطان وخطبتها بقواها السحرية بس كان بيكدب نفسه مش مصدق لأن المفروض أنها ماتت من ألف سنة لو بتهاجم فو شينج وكانتها تضربها بس فو شينج تضربة واحدة من إيديها بترميها على الأرض وتتصاب ساعتها فو شينج بتستخدم قوتها السحرية وتنقله لسجن عالم الشيطان بعد فو شينج لما بتتعرف على جينجي وان بتعرض عليه أن يكون تلمزها وطبعا لا يقدرش يرفض فرصة كبيرة زي دي ويكون تلمز لملكة العنقاء نفسها في الوقت اللي كان سيد طايفي يتروح في عزلة وبيتأمل وبين المعلمين برا القاها بيتوسلوا لين ويفوق من حالة التأمل ويخرج علشان يأثر الشياطين للجراء وهجموا تلمزتهم ساعتها كان المعلم تشينجي بيشوف ذكرى قديمة وأن الأميرة اللي ضحب بنفسها بتنادي عليه وبتقوله النوم هيتقابله من تاني بعد ما تدافع عن العوالم التلاتة وتنقذهم بس للأسف إن من يوم المعركة هو فقدها وجينجي وان وانعيم كان بيحلم باللحظة للأميرة ختمت بروحة هوية الشياطين وبفتكر أنها ضحب بنفسها وبروحة علشان تنقي روحه ونشره الظلام فاجع جينجي وان بيفوق من نومه ومستارة ليه؟ لما الأميرة ختمت بقوها حرقة كل الشياطين اللي كانوا موجودين إلا هو ساعتها بيسمع صوت شيرير بيكلمه بيقوله نبلاش يهتم باللحظها الزمان في الوقت اللي كانوا الشياطين بيحكموا تلاميذ طايفة الروح لو زميلها ولو بتهدد فو جينج إن المعلم تشينج قوي جدا وش هيسيبه ما يعقبها هي شخصيا علشان بتأزي تلاميذه ساعتها بو شينجي بتضربها على وشها علشان بتقلل منها فجاب يظهر المعلم تشينجي وبينزل من السماء وفو شينجي كانت متفاجأ لأنها أول مرة تشوفه شينجي كان لابس قناع وهو ما بيظهر بيسيطر بقوار روحية على كل الموجودين في القاعة إلا بو شينجي بيسببته مكانهم علشان ما حدش يدخل بينه هو والملكة على ما يتفاهم معها ويحرر تلامزته بو شينجي بتساومه على أنها تخليه يمشي مع تلامزته بشرط واحد وشيل القناع وتشوف وشه بس تشينجي لما بيرفض بتقرب منه علشان تشيل القناع هي بس أول ما بتلمس القناع قواته الروحية بتطردها وبتصيبها وبتوها على الأرض ساعتها تشينجي بيحاول يساعدها بيأكد لها أن مش هو اللي هاجبها فالحظة ديبو شينجي بتشيل القناع وتشوفه بتتعرف عليه من صديق قديم لها بس هو مين ما تعرفش تشينجي بقى شافها من قريب واكتشف إنها هي نفسها الأميرة الرضاحي بنفسها الزمان وبفتكر الحلم اللي بيشوفها فيه على طول وإنها بتوعده وتقابله تاني ساعتها تشينجي بيستغل الفرصة وبيختفي مع تلامزته وفو شينجي مش بتطرده على حاجة وبقى الفيديو هنا منزل تدوس على اللايك لأن اللايك بيدعم القناة في الانتشار وارجع كمل معايا الأحداث في الوقت اللي كان جينجي وان لسا مريض والطبيب لما بيفحص حالته بيكتشف حاجة غريبة أوي بيروح للملكة بو شينجي بلغها بإن جينجي وان مصاب بإصابة خطيرة كمان وكانت عزمة تكسرت وخطوط الطاقة في جسمه تقطعت بس عنده قدرة عجيبة على شفاء السريع ساعته بو شينجي بتقوله إنه شيطان وكان تلامز الطيفة الروح عبدين عليه علشان يعملوا عليه تجارب بس الطبيب بيفجأها وبيقول لها شيطاني زايدة ما عندوش جوهر شيطاني أصلا ساعته بو شينجي بتروح بنفسها تفحص جينجي وان بقوها السحرية وبتكتشف إنه فعلا ما عندوش جوهر روحي شيطاني زايد ما الطبيب قال لها ببنشك إنه مش من الشياطين أصلا يا إما إنه أضعف من اللي يكون عنده الجوهر الشيطاني وبعد ما بو شينجي بتخرج من القوضة جينجي وان بيفوق فجأة كان بمسلوا النايم وتعمان أصلا الصوت الغمض بيتكلموا وبيسألوا لو كانت الملكة عارفت حياته في الوقت اللي كانت الملكة بو شينجي في اجتماعها مع الشيخ العشيرة ومعلم باتيان كلمتعصبين جدا إن تلامز الطيفة الروح يقربوا كده بسهولة بعد ما اخترقوا حدودهم وهم ما ما يعملوش حاجة مثل مع العشرة كان عوزين فو شينجي تؤمروا بالحرب على طيفة الروح علشان ينتقموا منهم ويعرفوهم حدودهم علشان ما يفكروش أنهم يخترقوا علامهم تاني أو يقتلوا الشيطان وبيقترحوا أنهم يخطفوا تلامز الطيفة الروح علشان يعملوا عليهم تجارب زي ما التانيين بيعملوا في الشيطان بس الاقتراحات دي مش بتاجب فو شينجي بتفكر في حل نهاية تحافظ بيه على سلام عشرة الشيطان في نفس الوقت اللي كانوا في طيفة الروح بتجمعينه بيحاولوا أنهم يقنوا تشينجي بأن يوافع على أنهم يهجموا عشرة الشيطان ويقضوا عليهم للأبد ودي فرصتهم الوحيدة كانوا معتمدين على أن له حافظت تضاريس الجبل وقارفت مخبأ الملكة فو شينجي في جبل العنقاء فهيكون عندهم أنصر المفاجأة ويعرفوا يقتلوا كل الشيطان لأنهم شايفين أني مش من حقهم يعيشوا في العالم تشينجي كان رفت فكرة الحرب خصوصا أن تلامزتهم هما الأخطاء واخترقوا حدود الشيطان وبيعذبوهم كمان يعني هما المخطئين ساعتها بيلاقوا جاي لهم رسالة من الملكة فو شينجي بطارد عليهم هدن السلام للأبد عن طريق التحدي العشرتين من خلال زوجها من تشينج ساعتها الكل بيتفاجئ جالها الجرأة طارد العرض ده لأنها شيطانة ومعلم طيفة الروح مفيش بينهم أي توافق وكمان عداء في الوقت العشرة الشيطان بيعرفوا باللي هي نوي عليه والعرض اللي بعثته للشينج كلهم بيلموها لأن دي أول مرة تحصل كلهم بيلموها لأن دي أول مرة تحصل أن واحدة هي اللي تعرض الجواز على راجل ساعتها بو شينجي بتقولهم إنها مش واحدة عادية وإنها شيطانة ومعلماش قاعدة محددة تقدر تعمل اللي هي عوزة لإنها مش ضعيفة بيتمشي من المجلس وبتروح تطمن على جينجيوان تلمزها الجديد تلتكر كلام الطبيب عن حالته لما بيقولها إن جينجيوان مش شخص عادي ولا هو شيطان وإن هو الميت اللي في الأسطورة وإن هي تعرض لخطر كبير جدا لغاية ما يحصل على جوهر وقالب شيطاني وممكن جدا من المخلوقات الشريرة تسيطر عليه جينجيوان لما بيفوق فو شينجي بتدي له كتاب مهارات سحرية سرية واللي مش بيملكه أي حد غيرها ساعتها جينجيوان بيتفاجئ بس هي بتقوله إنه لازم يتضرب على المهارات اللي في الكتاب علشان يتعافها بسرعة ساعتها مساعدة فو شينجي بتيجي بلغها إن تشينجي رد بالرفض على رسالتها وفو شينجي تتضايق جدا وبتقرر إنها تروح عشيرة الروح علشان تتكلم معاه تقدر إنها تختارك حاجز الطاقة بسهولة جدا في الوقت اللي جينجيوان كانت ضرب على كل المهارات اللي في الكتاب وكتسب قوة جديدة وبعنده القدرة إن ينتقل زاد وخلسه بتقطو الشيطانية قال دي تدوس على لايك ويرجع كمل معايا الأحداث وو شينجي ما كانتش راحة لتشينجي علشان تقنوه بإنه يتجاوزها زي ما كان جينجيوان فاكر علشان كده كان بيرعبها بيتفاجئ إنها تطلب من تشينجي إنه يديها فاكهة الروح السحرية علشان تعالج بها تلمزها جينجي في الأول تشينجي بيرفض بس أنه ما بو شينجي بتخياره بإنه يتجاوزها أو يسلمها الفاكهة السحرية تشينجي بيروح يجب لها الفاكهة ويقولها أنه هيقابلها كمان شوية في الوقت ده كان بترأيبه محدة من معلمات عشيرة الروح وبتتفاجئ لما بتشوف فو شينج لأنها تمتلك نفس وجه الأميرة اللي ماتت من ألف سنة إذا بنتشف أن فو شينجي مش مجرد ملكة الشيطين هي الأميرة اللي كانت من عشيرة الروح واللي كانت خطيبة تشينج والمعلمة دي بتكرها جداً وعاوزت تقتيلها تاني علشان ما تاخدش منها تشينج بعد السنين دي كلها محولاتها في أنها تتقرب منه ضيا ساعة المعلمة بتدي للو تلمزيتها تعويزة سرية وقوية جداً مجرد أي شطان من قوته مهما كان هو مين علشان تقتيلها بعدين فعل اللو بتروح ورا بو شينج وبترمي عليها التعويزة بس بتتصدم لما بتلاقي التعويزة ما أصارتش بو شينج ولا حاسب بيها أصلاً وتردت على لو أصابتها بيغم عليها ساعتها بدكتشف أن جانجي هوان هو اللي كان بيحمي بو شينج من غير ما حد يحس بيه والصوت الغمض اللي بيكلمه على طول بيحذره من أنه بالشكل ده هيخسر الباية من قوته ومش هيعرف يكسر الختم من لازم يتصرف بحذر علشان محدش يئزيه المفاجهة بناعرف أن الصوت الغمض ده هو صوت التنين الأسود كان طول الوقت ورا بو شينج بيحميها وجنجي وان كان الوحيد اللي شايفوه لو بترجع للمعلمة وبتقول لها للا حصل ساعتها المعلمة بتبعت فراشة سحرية برسالة الواحد من المعلمين علشان يقبلها على منصة الروح الساعة تسعة بعدها بتبعت فراشة تانية برسالة الفو شينج على أنها من تشينج تقبلها على منصة الروح الساعة 11 المعلمة لما بتروح تقابل المعلم بتتفق معها على فو شينج وبيعملولها فخ على المنصة بأنه بيعملوا تعويزة ختمة قوية جداً علشان يسيطروا عليها ويقتلوها كانوا واسقين جداً من أن خططه ما تنجع ثلاثة اللي كانت فو شينج تطامن على جنجي وان ولات إنه اكتسب قوة كبيرة وبتعافى بسرعة وتروح بعدها لمنصة الروح على أساس إنها تقابل تشينج بس بتاخد بالها من التعويزة اللي في نص المنصة فبتتجنبها وشوية بتتفاجئ بالمعلمين ظهروا وعاوزين يقيدوها فو شينج كانت بتتعامل بسبات غير عادي وبتستغرب إن المعلمة بتعملها بالحقد دامع إنها ما تعرفاش وتعرف في الآخر إنها بتنفسها على تشينج المفاجأ إن التعويزة مش بتأثر على فو شينج وقويتها كانت أكبر بكتير وبحركة من يديها كانت هتكسر التعويزة ويتعلم معلمة التنمو المعلم في التعويزة علشان تاخد قوة الروحية وتتغلب بيها على فو شينج فإلان ساعتها التعويزة قويتها بتتطعف وكانت بتقيد فو شينج اللي كانت بتحاول إنها تحرر نفسها بسعوبة ساعتها جينجي يون كان بيتمرن على مهارات الكتاب السري لما فجأة بيحس إن فو شينج في خطر بيبدأ يحسد نفس ألمها بسبب روح التنين اللي ملازمها وهي أصلا جزء منه بيجدل في لحظة علشان ينقذها كانت ساعتها بو شينج أغمى عليها والمعلمة الروحية أخذت جوها الروحة واحتفظت به وعلى ما بتجي تقتلع كانت شينجي ظهر فجأة وبيحمي بو شينجي منها وبيمشي بعدها بشوية كان جينجي يوان وصل للمنصة ومش بيلاقي بو شينجي في أي مكان ومكان بيفقد طاقته خلاص أما المعلم تشينجي بقى فبيقول للكل إن فو شينجي من النهاردة تبقى تلميزته وإنها يضربها ويعلمها في نون عشيرة الروح ولما بتعرض المعلمة بيصور عليها وبيهددها وإن الله يتعرض لفو شينجي من النهاردة هيكون في مواجهة مباشرة معه بعد يومين لما فو شينجي بتفوق ما كانتش فاكرة أي حاجة هوش بتتعرف على تشينج فبيقول لها إن المعلم بتاعها بنعرف إنه استغرب طاقته الروحية لكتسبها من مئة سنة ونقلها لها علشان تتعرفها ولما لو كانت بتتكلم مع المعلمة ومددقى جدا إنها ما تقلتش فو شينج دلوقتي بقتت التلميزة المفضلة للمعلمة شينج المعلمة ما كانتش ألآن أبدا بتقول لها إن معها جاوها الروح فو شينج يعني دلوقتي هي لها بقى في إيديها وهتقتلها وقت ما أجبها في الوقت اللي كانت فو شينج معت شينج بيعلمها مهارات روحية جديدة وجينجي وان كان في عالم الشياطين مفتقدها جدا وبفكر هي ممكن تكون راحت فين واختفت بالشكل ده لحظتها التنين لسوت بيظهر له وبيقول له إن اكتشف مكانها وتاكرين فو شينج بتتضرب على استخدام السيف الروحي بمعارة ملهاش مثيل يوام من تقل عشيرة الروح وبيستخبها في غرفة له وبيستناها لغاية ما تدخل ويرمي عليها تعويزة ويخليها تضرب نفسها طول الليل انتقاما منها علشان سبق وضربت فو شينج وتنمرت عليها ولما زميلها والحراس بيحسوا لفيها الشيطان في المدرسة بيدور عليه في كل مكان لغاية ما بيلاهو ان ناصر اختفى عند سكن فو شينج ساعتها بيبلغ المعلم تشينج لأنه مانا أي حد يقرب من سكنها ويتعمل معها خوفا عليها واعتقدة فو شينج اكتشفت وجود جينجي وان معها في الغرفة ولأنها فقدة زاكرة مش بتتعرف عليها فبيخداها وبيفهمها النجوزها واللي كان بتدور عليها من زمان فو شينجي بتصدقه ولما بتلاقي المعلم بيخبط عليها علشان يفتش غرفتها ويتطمن انها في امان فو شينجي بتخبه جينجي وان وبتخلي المعلم يمشي بسرعة لما المعلم تشينجي بيمشي جينجي وان بيتفق مع فو شينج انها يسيبها تتعافى وتستعيد ذاكرتها وببخر في لحظة تاريهم كان فيه منافسة من فو شينجي وبيت لمزة المدرسة وكلهم كانوا فاكرين انها ضعيفة ومتعرفش حتى ترفع السيف ما انها بقالها هنا كام يوم بس بتتضرب وهو المنافس لها بيديها الفرصة الناهية اللي تبدأ العجوم وتعمل ثلاث حركات علشان تكون فرصهم متساوية بس المفاجأة ان فو شينجي بتتغلب عليه بدربة واحدة من سيف الروح والكل بيستغربه هي زي بقت بالقوة دي في الوقت القليل ده قبل ما يستعبوا اللي بيحصل كانت فو شينجي حجبتهم كلهم بدغلبت عليهم كلهم في دقيقة واحدة وكانوا عين على الارض متصبية ما كانش باقي غير له اللي بتكره فو شينجي جدا ولما بتحاول انها تقتلها وتهزمها فو شينجي بتسحب سيفها في غمضة عين وتضربها ضربة وقاها على الارض بتنزف بس هتا كانت المعلمة بترايب اللي بيحصل وتبعت حبها من الطاقة للو تندمج معها من غير محد يحس او ياخد باله انها بتغش وتقالوا بتقبوا كل القوة وسبات وكان باين عليها انها بيتقاوى من الاول بكتير المرة دي بتضرب فو شينجي بالكرباق المصحور وبتهزمها بو شينجي كانت زعلانة جدا ان له هزمتها وانها خزرت المعلم بس تشينجي ما كانش فارق عنده لانها بالفعل بيتقاوى من الاول وتطور اللي حقايته في الوقت الاوليل ده كان كبير جدا ومحدش عادي عارف يوصل له بيفجيها وبيديها فاكة الروح السعرية اللي سبق وطلبتها منه قبل ما يحصل كل ده طبعا بو شينجي ما كانتش فاكة السبب اللي طلبتها علشانه تفتكرين ان تشينجي بالدهلة علشان تتعالج من اصابتها وتعزز قوتها وقف الفيديو بقى وانزل ندوس على اللايك لان اللايك بيضعم الفيديو في الانتشار ويرجع كمل معايا الاحداث بعد ما المعلم تشينجي بيمشي جينجي وان بيظهر لبو شينجي وبيأخدها وبيخليها تسمع حديث تشينجي مع باي المعلمين وبتعرف منها شيطانة وان جينجي وان بيقول الحقيقة فعلا وكمان ان اللو بتتنمر عليها وغشت في الاختبار علشان تتغلب عليها بساعتها ببو شينجي بتغضب جدا لو بتروح علشان تنتيم من اللو اما المعلمين كانوا بيتخنقوا مع تشينجي علشان بيعلمها مهارات روحية ناقية مع انها شيطان وان لو رجعت لحياتها هيكونوا في ورطة كبيرة بعد ما اتقنت كل المهارات دي شينجي مش بيهتم بكلامهم وكان بصمم على ان يحمي بو شينجي ويدافع عنها ويدربها بنفسه بو شينجي بتروح للو بتهجم عليها وبتطحنها ضرب بساعتها كان جينجي وان بتفرج واببسوط ان ملكتو رجعت تاني ولما بيلاي ان اللو بتصرخ وبتستنجد باي حد بيعمل حواليهم سعابة من الطاقة الشيطانية بتبدع صوتها من يونه يظهر او ان اي حد يشوفهم اصلا وفو شينجي بتضربها تالي يوم كان الكل يارفوا ان اللو تضربت بس محدش عارف مين اللي تجرق وعمل كده وليه في الوقت اللي كانت بو شينجي بتنظف الحديقة هي وصحابتها ولو بيتيجي بتقمرها انها تروح تطعن الوحش الشيطان اللي على الجسر في الاول بو شينجي بترفض بس لو ساعتها بتضرب صحابتها علشان بتتدخل وطبعا بو شينجي ببقيتش تتفرج والقلب اللي ضربته لصحابتها بو شينجي بترده لها اقوى بمراحل وعلشان تخلص من تنمر لو وازيتها اللي حواليها بتروح للجسر علشان تطعن بالوحش زي ما امالتها وكانش تعرف انه ده فخ جديد من لو علشان تخلص منها ولو بو شينجي بتوصل للجسر بتفاجئ بقفع سودة ضخمة جدا بتيجب عليها مرة واحدة بالحصن حظها ان جيجي وان بينقذها وبيبعدها من على الجسر بسرعة وبيقولها على اسمه وبيطلب منها تفتكروا لانه هو اللي هيكمل معها حياتها ساعتها بو شينجي بترد عليه وبتقوله ان المعلم هو الشخص اللي اختارت تكمل حياتها معاه بس جيجي وان مش بيصدقه وبيقولها انه مختلف عنها معمرهم ما هيتفوه لما بترجع بو شينجي المدرسة لو بتستغرى بالنارجة اصلا وبالسرعة دي هنا بو شينجي بتنتهم منها وبتسحرها وبترميها على الجسر ولما لو بتفوه بتلاقي القفعة الضخمة ظهرت لا فجأة او بتهجب عليها في لحظة اما بو شينجي فبتصهر طول الليل تفكر في كنام جينجي وان ومش بصدق ان المعلم ممكن يتخلى عنها ولما المعلم تشينجي بيجي وبتسأله ممكن في يوم يوعف حبها فعلا ولا لا مش بيعرف يرد عليها لما بتفقد الوعي تشينجي بتهياله انه شايف حبيبته الاميرة اللي حبها من الف سنة بعدها المعلمة بتتخريق معاه علشان بيحبفوه شينجي طول الوقت وباين عليه ويف عبها بجد بتفكره بتقوله ان دي مجرد شطانة مش شيون حبيبته القديمة ومش معنى انها تشبهها او لبسة انها تبقى هي كل ده كان جينجي وان سموه برائبه من فوق الصور المعلمة بتفكر تشينجي باللعنة السابعة اللي نزلت عليه بسبب وضعه الاخير لشيون وبنكتشف ان في اللحظة اللي شيون رمت نفسها في هوية الشياطين وضحت بروحها تشينجي استخدم قوة روحية في انه يختم روحها ويحاولها للملكة العنقاء تظهر علامة على جباهتها ويبتوها في الهوية وساعتها جينجي وان بيتأكد من ان فو شينجي هي نفسها شيون المعلمة كانت مصممة انها تبقى تشينجي عنها وبتفكره باللعنة دي وبتحاول تشوف علامة اللعنة على ايده وبتلاقيها اختفت ساعتها تشينجي بيقولها ان العلامة مش موجودة لان دي مشيون اصلا وبيسيبها وبيبشي بس في الحقيقة ان المعلمة كان عندها حق لان تشينجي اول ما بيوصل غرفته كان فقد السيطرة على قوته اللي ضعفت واصروا علامة اللعنة بتظهر عليه وكان في قلم شديد تاني يوم بقى فو شينجي كانت رايحة تضرب لما بتقابل المعلمة ولوه المعلمة موية واول ما بتشوفها بتعجمها وبتضربها بقوة لدرجة ان فو شينجي مش بتعرف حتى ترفع ايدها من شدة القلم ساعتها بتبلغ انها هتتجاوز المعلم تشينج وساعتها هيكون لها كلمة عليها وتطردها وتخليها تنضم العشيرة اخذ الروح علشان تبعدها عن تشينج وفي الوقت اللي كانت رايحة قابل المعلم وتعرف منه الحقيقة بتلاقي قدامها كان عارب انها ضربت له وقزتها فبيعقبها وبيأمونها انها تتأمل لغاية ما تعرف خطأها بنعرف ان انبارح موية واو هددته بانه جوها الروح فو شينج معاها وفي ايديها وممكن تضمره في اي لحظة ولو عاملت كده فو شينجي هتموت في لحظة بيتطر ان تشينجي يوافع على طلبات موية وعلشان يحمي فو شينج بس في الوقت اللي فو شينجي بتروح لتشينجي علشان تعتذر لها كانت في حالة سيئة جدا طعم طولها ولما تشينجي بيجرى عليها علشان ينقذها موية واو بتهدد انها تضمر جوها الروح وتقتلها في اللحظة دي بيظهر جينجي يوان وبيخطف من موية واو جوها الروح فو شينجي ساعتها تشينجي بيناديب اسمه نعرف ان هما الاتنين يعرفوا بعض من زمان وو شينجي بيطلب منه انه يرجع له الجوهر بس جينجي يوان كان عنده خطة تانية وبيقرر ان يرجعه لصعبته فو شينجي علشان تستعيد هويتها وقويتها ومحدش يتنمر عليها تاني ولما تشينجي بيحاول يمنعه جينجي يوان بيثبته هو موية واو بقويته الشيطانية وبيرجع لفو شينجي جوها الروح تاني يريد توقع في الفيديو هنا وتنزل تدوس على اللايك ويرجع كمل معاها الأحداث فو شينجي بترجع لها قويتها وكل ذكرياتها وكمان هيقيتها كمالكة الشياطين في الوقت اللي بتفوق فيه كانوا في عشيرة الشياطين هارفو النهرجات أخيرا لما حسوا بطاقة العنقاية النارية حواليهم ساعتها كانت بو شينجي في حالة غضب لانها افتكرت ان موياو هي اللي عملت لها الفخ وحاولت تقتلها أكتر من مرة واخذت جوها الروحة وكانت سبب في عذابها الأيام اللي فاتت وكمان كانت سبب في ان تشينجي يبعد عنها بو شينجي بتهاجم موياو وتضربها بقويتها السحرية بس تشينجي بيفدي موياو والضربة بتيجي فيه هو وبتصابق قويته بتضعف أكتر من الأول ساعتها جنجيوان بيقنق موياو وكان عاوز يأتي لها انتقامة للملكة ولما تشينجي بيحاول يقناعه منهم يحرروها بو شينجي بتتخانق معاه علشان خايف عليها ما كانتش عارفة انه طول الوقت ده كان بيحميها علشان موياو وانضمرش جاوها الروحة ومنشدت غضبها بتضربه وبتمشي مع جنجي بعد أب كم يوم تشينجي كان في غرفته لسه محتفظ ببقة الظهور اللي أهدتهاله فو شينجي وما جاءت تطلب منها فاكة الروح وموياو كانت بتحاول انها تهون عليه بانها تقلل من فو شينج بس تشينجي بتعصب عليها وبترضها في الوقت اللي كانت فو شينجي في عالم الشياطين جنجيوان لما بيلاقيها حزينة طول الوقت بيستخدم قوات سحرية علشان ينسيها حبها لتشينج مع ان التنين الاسوب بيحذره من انه كان بيزيع ويضعف قوته بس جنجيوان مش بيهتم كل اللي كان عاوزه انه فو شينجي تكون سعيدة طول الوقت ولان التعويزة كانت قوية جدا جنجيوان بيضعف جدا وبيفقد الوعي بعدها فو شينجي بتعتني بجنجيوان لغاية ما بيتعافى بس نعرف انه خسر قوة روحية اللي بيطورها بقاله ألف سنة ومع كده لانه مكانش بتضايق علشان بيحمي فو شينجي وموجود جنبها ساعتها بتيجي لفو شينجي رسالة من عشرة الروح كانت دعوة لحضور زفافة شينج ومو ياو بو شينجي ما كانش باين على انها متأثرة وبتقرر انها تروح الزفاف علشان السلام بين العشرتين ما تعرفش ان حتى الرسالة دي خدعة وفخة من مو ياو اللي كانت مستنية وصولها علشان تقتلها بجد المرة دي وتخلص منها للأبد وبتتفق مع تلمزيتها اللي وعلى الخطة فو شينجيوان بيروحوا عشرة الروح ولما بيوصلوا للمنصة فو شينج بتفكر اللي حصل لها قبل كده هنا على المنصة دي والخدعة اللي عملت عليها مو ياو ساعتها بيتفاجوا بمو ياو وكل تلاميذها بحصرينهم وبيعملوا تشكيلة سحرية بيحبسوا فيها فو شينج وجنجيوان ومرة واحدة صعاق البرق بتبدأ تضرب المنصة علشان تصيب فو شينج لانها استعادت جوها الروحة مرة تانية ولازم انها تمر بعقوبة الرعدة مرة تانية ساعتها يوان بيحميها وبيبعدها قبل ما البرق يضربها ولما الصعاق التانية كانت هتضربها يوان بيبعدها عن المنصة لانها ضعيفة ولو تصابتها تموت بساعتها فو شينجي بتكتشف ان يوان ضحى بقوة الروحية اللي بقالها اكتر من الف سنة وهو اللي بيحميها طول الوقت وكمان استخدم سحر القلب قرر ان ياخدوا العقوبة بدلها وبعد ما البرق بيضربه مرة والتانية يوان بيتحول لشكله الاصلي وبطلع ان هو التنين الاسود السحري ولما بتعرف ان يوان هيتحكم عليه بالاعدام علشان ظهر بشكله الحقيقي بالقوة وتحدى اللعنة فو شينجي بتطيله وبتلحاقه لما بتلاقيه فقد الوعي بعد ما اخد ولا عشر ضربات من صواق البرق يوان كان بيموت وقتها وفو شينجي علشان تنقذه قوتها الحقيقية بتظهر والعلمة لجابهتها بتتواهج وبزر ختم الحب فوقهم هما الاثنين ساعتها موية وبتتصدم لفو شينجي عندها القوى العجيبة دي وانها بتطلع شي يوم فعلا قوة ختم الحب بتتفعله بتبدأ عملية اعادة تأسيس لروح يوان وقلبه علشان يفضل على قيد الحياة وفي لحظة ختم الحب اللي ظهر بيسحب يوان وفو شينجي جواه وبيختفه بعدها كانت شينجي ظهر جاي يدور على فو شينجي ويلحقها بس كانت خلاص اختفت ساعتها بيخنق موية وبيهددها بأنها لو حاولت تأذي فو شينجي تاني هو اللي هيقتلها واللي يحصل يحصل ينزل يدعمني باللايك وارجع كمل معايا الاحداث فعلم البشر كان فيه اتنين حوامل واحدة مسافرة مع جوزها وكانوا في الطريق كما بيجي لها الام الولادة في نفس الوقت كانت التانية ببيتها بتمر بالمقاد وانطلع مولودة اول ما بتبكي بتظهر روح طائر العنقاء النالي وبتندمج معاها اما الملد اللي تولد على الطريق فبيخطفوا واحد من عشيرة تشيتشا وبيتي لأبو امه نعرف ان زعيمة عشيرة تشيتشا تبقى هي نفسها موية وجات العلم البشرة علشان تكمل خطوطها الشريرة وتحقق في تكسيد يوان وفوشينج موية وبتربي يوان في العشيرة على الشر والقصوة في الوقت اللي كانت فوشينج كبرت لوحدها من غير اي عناية من اي حد لان ابوه واماها ماتوا بعد ما تولد بوقت قصير جدا محدش كان عارف المستوى به ازاي نيجت لوحدها بس كان فيه ناس بيقولوا ان الطيور والحيوانات كانوا هم اللي بيعتنوا بفوشينج وبيوفروا لها الاكل والمية وبيحموها كانت طول الوقت بتنجذب لها الطيور والفراشات المختلفة والناس بتصدق انها مش عادية ابدا وبهو يخافوا منها بتمر السنين ويوان كان في اختبار لقوته حددته زعيمة العشيرة بيت الكل اللي بتواجه معهم بتبقى واحد بس هو تشينج وفي اللحظة اليوان بيهجم على تشينج علشان ينبرزه وبيتفاجئ من ان تشينج طعن نفسه وما بيسألوا ليه عمل كده وما كانش مستعوب اصلا تشينج بيقولوا انه تعب جدا من الامل الوحيد لهم وانيوان هو اللي يعيش وبعدها بتبعته في مهمة لقاتل بوشينج اللي كانت اتخطفت هي ومجموعة من بنات القرية والعصابة حبساهم فكوخ في الغابة يوان بيقيت لكل العصابة وبيحرر بوشينج هي والبنات كان بينافز المهمة علشان مويا وتدي له الترياء بتاع السم اللي تصب بيه بس بيكتشف ان ما فيش ترياء اصلا بيبدأ اصلا السم يظهر عليه في رؤية اللي بقي العصابة بتوصل وفوشينج لما بتلاقيه ما خرجش من الكوخ بترجع له بتنقذه في اخر لحظة قبل ما العصابة توصل فوشينج بتنقذ يوانه بتحميل بيتها وبتعالجه لغاية ما بيتعافى بس هو قبل ما يفوق كان بيفتكر مهمته اللي كان لفيته بيها مويا فكانت بيكلفها بانوية الفوشينج اول ما يشوفها بس يوانه ما بيفوقوا بيشوف فوشينج بيحاول ان يقتلها في الاول بس مش بيقدر فوشينج في عالم الجنيات بيرعبه من خلال المراهة السحرية وبيتمنى ان يوان يعد من المحنة دي لانه هو عملهم فنقاز العالم وفوشينج فليمون دول كان يوان بدأ انه يتعرف على العالم بجد وتعامل فوشينج وطبطها معه بتخليه شك في كل المبادئ اللي اتربى عليها في طيفة شيتشا بعدها كانت فوشينج بتجمع عشاب طبية من الغابة لما بتشوف العصابة اللي كانوا خطفوها قبل كده وبتسمعهم وبتتكلموا وبيدوروا علي يوان بترجع لبيت بسرعة علشان تحذره وقتها كان يوان بيتأمل في صورتها اللي سلمتها لأموه ياو يكلفته وبقت لها علشان تدي له ترياء السم ويوان كان عمال بيفكر في طريقة اي تلبيها فوشينج ساعتها فوشينج بتيجي جاري وبتقول له انه لازم يهرب لان العصابة في الجبل وبيدوروا عليه يوان ما كانش عاوز يهرب بس فوشينج بتقنعه علشان يكون في امان لما بيسأله يا تامل اي ما هم اكيد هيرجعوا يقتلوها تاني ساعتها فوشينج بتقول له انها عمرها ما خرجت من بيتها هنا في الجبل ولا تعاملت مع حد علشان يكون لها اعداء وانها هتكون هنا في امان وقتها يوان بيوفق انه يهرب فوشينج عرشان تطمن اكتر انهم مش هيوصلوله بتشتت العصابة في الاتجاه المعاكس علشان تبعدهم عن طريقه على قد ما تقدر كل اللي كان معها كان قوس وكان سهم تدافع بهم عن نفسها لما العصابة بتطريضها با كانتش يتعرف ان يوان بيرعبها علشان يشوف هي اتامل ايه ولما بيلاها بتهرب والعصابة بتطريضها باسرار وعاوزين يقتلوها يوان بيتدخل وبينقذها منهم وبياخد منها القوس والاسهم وبيربيهم عليهم مرة واحدة يصيبهم في نفس اللحظة ويقتلهم وبيرجعها بيتها علشان يكون متطمن عليها لما يوان بيرجع العشيرة موية وبتعقبه وبتعذبه علشان منفسش مهمته قتل فوشينج والصبح لما فوشينج بتصحى ومش بتلاقيه في البيت واختفى من غير ما يقول لها بتستغرب ساعتها بيجي طائر من اللي كانوا بيعتنوا بفوشينج من وهيها صغيرة وبيقول لها على مكان يوان طائر ما كانش بيتكلم بس فوشينج كان عندها قدرة عجيمة انها تتواصل معها وتشوف ذكرياته وكل اللي هو شافه بتشوف ان يوان متأيد ومتعذب في مكان في الغابة طائر بيدلها ولغاية ما بتوصل من مكان طائفة شيتشا ولما بتدخل للأصر بتتفاجئ بالأبواب اللي انتقفلت مرة واحدة مع ان ما كانش في حد موجود بتظهر لها موية وبتعددها انها تقتلها وقد ايه هي مبسوطة علشان قتلها برجليها وانت ان ما عرفتش تعمله في عالم الجنيات هتقدر تنفزه في عالم البشرة وتقتل فوشينج فموية بتعصب اكتر وبتقول لها انت اخترتي انك تنسي مرة وتنين وتعيش حياتك وتحبي مرة واحدة مويةو بتمتص كل الطاقة السعرية اللي في المكان وبتهجم بها فوشينج ساعتك ان يوان اتحرر من قيوده وبيحمي وبيفادي فوشينج وبياخد الضربة بدلها وبيوع على الارض في انفاسه الاخيرة هنا فوشينج بتفتكر حياتها السابقة ووجود يوان جنبها طول الوقت بيحميها حتى لما اخذ عقوبة البرئ بدلها علشان يحميها لما تحاول شكله الاصلي كالتنين الاسم ولما بتفتكر كل ده قوتها الحقيقة بتظهر بتعصب جدا على مويةو مويةو كانت وقتها بتهاجم فوشينج من جديد وعاوزة تقتلها بس بتتفاجئ لفوشينج بتصد ضربتها من غير ما تبزو المجهود اصلا وفي لحظة بتقوم وبتسيطر عليها بقوة العنقاء النارية وتخنوها عشان تقتلها ساعتات شينج كانت فعالة بالجنيان بيريب الموقف بتخاطر مع فوشينج وبيحذرها انها لو قتلت مويةو هتتعاقب وتخسر حياتها بس يا مش بتنتبغ غير بانها تنتيم ليوان الشخص الوحيد اللي ضحب نفسه علشانها وخسر قوته علشان يحبيها بتيت الموية وفعلا بس بتتصابه وتموت جنب يوان وبكده يكونوا الاثنين مروا بمحلتهم في عالم البشر بترجع روح فوشينج لعالم الشياطين وتدور على يوان في كل مكان لغاية ما اخيرا بتلاقيه ظهر لها وبينادي عليها ساعتها فرحتها كانت لا توصف لانها مرن بالمحن دي كلها وتأكدت انها فعلا بتحب يوان وانه زي ما قالها في الاول هو اللي يليق بيها واسمه مربوط بالبها وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعملوه